النهاردة هندل درك جرعة الديدان بتاعته دي اول جرعة الديدان ياخدها فانا هديله حاجة كده مكسفة طيب لكل الناس اللي بتسألني انا في نظام انا بحب اعمله بحب اعمله وعمله زي تمام انا ممكن اديله باناكيور بس بس انا عايز اديله اول مرة على جرعة مكسفة بعد كده ممكن اديهله كل شهر كل شهرين كل تلاتة حاجة بسيطة بس اول مرة انا لازم اديله جرعة مكسفة فانا هدي برشام بشري مع باناكيور تمام ده اسمه دي برشامتين الشريط في برشامتين تمام اسمه يا رب يكون باين في الكاميرا كده تمام هنديله مبدئيا برشامتين بص يا درك تعالي هنفتح البقك هنا ونمسقطين البرشامتين كده مرافا جود بوي جود بوي جود بوي تمام في برشامتين تاني هنديهم له البرشامتين التانيين فلوفير زي ما نشايفين كده تمام ده كده البرشامتين التاني انا بتكلم على اساس ان درك انا كده مش هعتمد اي حاجة هم قالوا لي كانوا بيدهالو انا واخد الكلب جديد بالنسبالي اكنه مش متطعم واكنه مش واخد حاجة خالص خالص حتى لو شايف دفاتر حتى لو انا شايف دفاتر وشايف ورق التطعيم وشايف كل حاجة انا ببدأ مع التطعيم اللي هو الجديد عشان باب انا باب انا مستريح يعني تمام برضو فلوفير هندي له منه برشامتين افتح بقك يا درك افتح بقك افتح بقك برافا كده بعد ما دينا الاربع برشامات اللي هو برشامتين فلوفير وبرشامتين فرمزول هو دلوقتي مبسوط الكلاب سبحان الله بتحس يعني بتحس بكل حاجة باللي انت بتعالجه يعني ما قطلوه السلم ولا قطلوه اي حاجة خالص هو حاسس بالحنية خدوا بالكو فيه نقطة انا عايزة اقول لكم بالنسبة للكلاب او للقطة اكتر حتة حساسة اكتر حتة الكلب بيحبها جدا وبتفرق معا ما هي وطمانين درجة هنا كف الايد من فوق لما بتطبطب على كف الايد من فوق كنا كنا كنت دخلت قلبه بالزبط يعني دي الحتة دي حساسة جدا جدا وما ينفعش يتضربه على كف ايده تجننه وفي نفس وقت لما بتطبطب عليها لأ دي حاجة تاني خالص اه الراس والسدر وكل ده احنا فاهمينه كل ده احنا عارفينه بس انا بقول لكم على تركات تركات قديمة قوي اللي انا بقوله لكم ده حاجات قديمة قوي يعني تعال يا درج تعال هنديلو بقى دلوقتي الجرعة بتاعت الباناكيور بتاعت الباناكيور الفرنساوي اللي هي اصلا بتاعت الددان البطري الددان البيطري الباناكيور ده للخيول. بس انا اخترعته للكلاب. الكلاب بيجيب نتيجة مالهاش حل. ساعة ما نشرتها على معظم مواقع التواصل الاجتماعي. عايز اقول لكم ان هي فيه فيديوهات منها اطلع الترند. كله بقى بيستخدم الحمد لله بقى نكيور ويا رب بيجعله كده في مزان حسنا. هنديله بقى جرعة ايه? اددان. كده احنا هندي جرعة اددان الى بقى نكيور تمام? انا هديله سرنجة عشرة سنتي. دي جرعة مكسفة على فكرة. هو مفروض ياخد اقل من كده. بص يا جماعة. فيه ناس تقول لك على كل كيلو سنتي. طب انا عندي كلب بخمسين كيلو هديله خمسين سنتي. وفيه ده كاترة تانية تقول لك على كل اتنين كيلو سنتي. انا برشح ده بصراحة. على كل اتنين كيلو سنتي.